السلام البنات كدير اللبس لكم مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد اكيد ان الفيديو ديال اليوم فيديو مهم ان شاء الله لكل سيدة راغبة في الحمل والانجاب بطبيعة الحال كان بغي قبل من بدأ الفيديو نوجه تحية لجميع السيدات اللي متشبتين بالامل جميع السيدات اللي كينتظروا معايا الحمل ديالهم ان شاء الله كيتبعوا الوصفات ديالي وما زال كينتظروا اكيد ان بزاف ديال السيدات كانوا بحالكم معايا في القناة متتبعات وحملوا وربي جاب لهم تيسير على الوصفات اللي احطيت بطبيعة الحال كانت سبب من بعد الله فحاولوا تنتمه تديروا بالاسباب تيقنوا بان كل شيء جميل غاد يجي في واحد الوقت ان شاء الله يعني هذه مرحلة وغاد يدوز حاولوا انكم تعيشوا الحياة ديالكم ما تحاولوش تعيشوا واحد المرحلة صعبة واحد المرحلة من الانتظار اللي كتكون يعني المحور ديالها فقط الحمل عيشوا الحياة ديالكم كيف ما هي وخلوا مسألة الحمل تجي مع الوقت يعني تديري بالاسباب اكيد ولكن ما تبقيش المحور الرئيسي ديالك كيدور حول موضوع الحمل لان ممكن في هذا يعني من اللي كتفكري في الحمل وما كي يحصلش الحمل فالنفسية ديالك غادي توطر الاعصاب ديالك كذلك ما غاديش تعيشي مرتاحة وبالتالي السنوات كتمر وانت هي ما كتتم تعيش بالحياة ديالك بطبيعة الحال ان هذا الوصفة هدي اللي غا نقدم في الفيديو هي وصفة من سيدة كبيرة في السن سيدة عندها خبرة في المجال عندها يعني مجموعة من المعلومات على يعني الطب الشعبي او الوصفات القديمة التقليدية اللي كانوا كيحملوا بها السيدات ديال زمن اكيد ان عندهم يعني وصفات مجربة بزاف ديال السيدات شحال هدي يعني كانوا كي يجربوا فقط وصفات طبيعية ما كيتناولوش الادوية وسبحان الله ربك يرزقهم يعني بالاولاد ما شاء الله يعني الاجي تشوفيش حال هادير على الاولاد يعني كانوا بكثرة السيدات ما كانش عندهم مشكل في الانجاب نتيجة يعني كانوا كي يتبعوا وصفات وأكل طبيعي وهذا هو المبتغد يلي انكم تمتوا ما تجربوا هاد الوصفات هدي لربما تكون سبب في الحمل ديالكم ان شاء الله اكيد ان هاد سيدة هدي بغت توجه نصيحة لكل سيدة كتنتظر كل سيدة بغت وصفات مجربة وناجحة ان شاء الله قبل ما نبدأ نعطيكم الوصفة حاولوا انكم ديما توصلوا لي الفيديو الاكبر عدد من اللايكات لان فعلا فيديو مهم ان شاء الله لكل سيدة كتنتظر بفارغ الصبر اول وصفة وهي تنقية وتنظيف الرحم يعني ضروري كل سيدة راغبة في الحمل تهيي الرحم ديالها لان بعض السيدات او اغلب السيدات الرحم ديالهم ما كيكونش نظيف من الانسدادات اللي ممكن تكون فيه وهو غالبا ما يمنع الحمل غالبا لدى المرأة هاد المشكل هادا هو اللي كيمنع لها الحمل لان الرحم ضروري يكون نظيف ومهيئ لتتم عملية التلقيح يعني ضروري تدري واحد الوصفة هاد الوصفة هاد عبارة عن مقادير متسوية من الحلبة القرفة وكذلك حب الرشاد ثلاث مكونات لتنظيف الرحم تهيئ الرحم بعمق لحصول الحمل بطبيعة الحال تخدي نصف ملعقة من كل عنصر اللي هي الحلبة القرفة وكذلك حب الرشاد غادي تخدي نصف ملعقة من كل مكونات غادي يعني تدفيهم إما للعسل الطبيعي إما على الحليب يعني إما للحليب إما للعسل الطبيعي بطبيعة الحال المكونات يكون على شكل مسحوق يعني جميع المكونات اللي ذكرت حاولي انك تطحنهم في واحد الطحان وحاولي انك يعني يكونوا ناعمين باش هكا تقدي انك تخذي الوصفة ديالك كيف ما كان عرفوها الثلاثة عناصر ره غنيعة التعريف يعني ضروري انك تحضرهم بثلاثة باش يتم واحد تنظيف عميق للرحم غادي تخذي نصف ملعقة من كل من الحلبة حب الرشاد القرفة بمقادير متساوية حاولي انك تخلطهم اما مع العسل الطبيعي اما مع الحليب يعني الساخن حاولي انك تخذي الوصفة مباشرة بعد الاستيقاظ بين النوم اول شيء في الصباح قبل الاكل غادي تخذي في هاد الوصفة هدي كيف ما قلت اما يعني تخذيها مع العسل الطبيعي او مع الحليب يعني الحليب الساخن بطبيعة الحال يعني هاد الوصفة هدي مباشرة من اول يوم للدورة من اول يوم لنزول الدم يعني بين قوسين السيدات اللي عندهم نزيف شديد في الدورات يحاولوا يتجنبوا الوصفات الساخنة السيدات اللي ما عندهم مش مشكلة الدورة ديالهم كتجي عادية هما اللي يتناولوا هاد الوصفات هدي بدون اي ضرر ان شاء الله بطبيعة الحال مجموعة من السيدات كي يجيهم واحد الاوساخ بنية او سوداء في اول الدورة كتدلع لان الرحم ما كانش نظيف بما فيه الكفاية في الدورة السابقة وبالتالي نزلوا هادوك الاوساخ وهي عبارة عن دم قديم في الرحم حاولي انك يعني تكرر الوصفة ثلاثة اشهور متتالية في كل دورة مع الدعاء وحاولي انك اذا عندك هاد المشكل ديتك التولات في الدورة خدي ملعقة في الصباح وملعقة في الليل من بعد ما تحنتي هوم غادي تخدي ملعقة في الصباح ملعقة في الليل باش تنظفي الرحم ديالك بعمق ان شاء الله من بعد ما اخذتي هاد الوصفة هدي لتنظيف الرحم بعمق وازالة جميع الترسبات اللي كتكون عالقة في جدار الرحم غادي تدوزي يعني الوصفة ان شاء الله اللي هي قوية كذلك اللي هي يعني ملعقة عسل مع حب سوداء يوميا ملعقة عسل مع حب سوداء مباشرة هي من اول يوم للدورة في الليل يعني في الليل قبل الذهب الى النوم حاولي انك تخدي ملعقة عسل مع حب سوداء يوميا الى اليوم الثاني عشر من الدورة وغادي تحبسي في هاد الوصفة كذلك هاد الوصفة هدي التانية فهي منشطة قوية للمبايد الضعيفة سيدات اللي ما عندهم ضعف الابادة غادي تكبر لهم تبويض بشكل طبيعي الحب السوداء غنية عن التعريف عندها بزاف ديالفوائد حب السوداء او حبة البركة ما كان قصدوش بها السانوج يعني الحب السوداء او حبة البركة مع العسل الطبيعي يوميا من اليوم الاول الى اليوم الثاني عشر مع تنظيف الرحم وكذلك يعني ضروري انك تدري واحد المساج او تدليك لمنطقة البطن هاد السيدة هدي كتقول بان تدليك البطن من ضمن الاشياء اللي كتساعدة للحمل بسرعة عند سيدات ديالزمان يعني ضروري انك تقوم بهذا الامر هذا اما يعني تاخذي فكرة على هذا الامر في اليوتيوب راكين بزاف ديالفيديوهات على طريقة تدليك الرحم او انك تتوجه مباشرة السيدة عندها خبرة في هذا المجال هذا ديال تدليك وغالي تدلك لك البطن ديالك يعني منطقة الارحم كذلك منطقة الظهر واسفل القدمين يعني هاد الامور هدي كتعرفها السيدات اللي عندهم خبرة في تدليك الممرخات يعني ضروري انك تمشي عند سيدة كتعرف تدليك البطن للحمل بطبيعة الحال لان كل هاد الامور هدي كانت كتساعد السيدات شحال هدي وكانوا كي نجبوا بسرعة وما كانش عندهم مشكلة في تأخر الانجاب وكذلك كانوا كيستخدموا وصفات طبيعية بطبيعة الحال من بعد ما اخذتي هاد الوصفات هدي ضروري تبعدي الحزن على تفكير ديالك حاولي انك يعني ما تمديش في تفكير في امر الحمل وتأخر الانجاب شغلي نفسك باي شيء ممكن انه يعطيك السعادة حاولي انك تخلي النفسية ديالك هادئة ومستقرة باش هكي يعني يعني الهرمونات ديالك يبقوا في صحة جيدة وكذلك مسألة الحمل تجي في السرع وقت ممكن لان كثرة التفكير والطاقة السلبية ممكن انها تأثر عليك وعلى الجسم ديالك وعلى الصحة ديالك بشكل عام كان هذا هو الفيديو دياليوم نتمنى لاعجاب ديالكم يلاجبكم بطبيعة الحال هاد الفيديو حاولوا انكم ديما تخليوا لي واحد اللايك ما تنسونيش من لايكاس ديالكم بش نعرف ان الفيديو نال اعجاب ديالكم وكذلك بش يوصل جميع السيدات وتعم الفائدة ان شاء الله وهذا هو المبتغد يلي من هاد القناة وهي ان نشر جميع الاشياء او جميع الوصفات المجربة الطبيعية لسرعة حدود الحمل عند السيدات اللي مازال مساكن كينتادروا بتصارغ الصبر بطبيعة الحال ان هاد الامر هادا كيرهق تفكير السيدة فعلاش لا ما نساعده بعضياتنا بطبيعة الحال طب التعاليق سيدات كي يعطيوا تجارب ديالهم سيدات كذلك كي ترحوا المشكلة عندهم وكي يلقوا الاجابة عند سيدات اخرى يعني ضروري انه تكون واحد الافادة في هاد القناة ان شاء الله كان هذا هو الفيديو دياليوم اتمنى لاعجاب ديالكم غادي نضرب لكم موعد في الفيديو الجاي الى اللقاء اشتركوا في القناة